يوسف جيزل رئيس المجلس الوطني للمجتمع المدني في نظركم ما هي آخر تطورات الأوضاع بين روسيا وأوكرانيا؟ حسب ما نتوصل به من وفاء الإعلام المختلفة للدولية والوطنية فالوضع عموماً بأوكرانيا لا ينبئ بخير يعني بالجانب الحقوقي فربما الجامع يدين الحرب لكن أكيد أننا سوف نتحاشى عن أن نفلد طرف على طرف لأننا لا نعلم خلفيات فعلاً هذه التطورات فالعلاقة الدولية علاقة متشعبة جداً وعلاقة غير مفهومة وغير واضحة باتة فكيف قال المواطنين أنهم فقط كتبعوا النتائج وكتبعوا الأفعال وإنما الخلفيات التي وراءها التطورات لا يعلمها إلا أصحابها بالتالي فالإدانة التامة لهذه الأفعال لأنها تمص بسلامة المواطنين لأنها تمص بالأمن، تمص بالاستقرار، تمص باستقرار شعوب تنعكث على مختلف مناحي الحياة كنا شفنا قبل قليل ثوار العائلات والأطفال والأمهات هم يتجهون إلى الملاجئ تحت أرضية كذلك المدنيين الذين يصاقون للحرب على غير رغبتهم بطبيعة حالة دون مظاهر كلها ربما قد نقف خلفها يعني موقف الملاحظ المتفرج لكن في قرارة أنفسنا نحن نعرف تكلفة الحرب وكلفة الحرب على المجتمعات وعلى الدول وبالتالي لا أحد مننا يتمنى لدولة قريبة أو بعيدة كما كان نوعها الحرب نؤمن بإقرار قواعد قانون دولي عام تسوده احترام لكل مبادئه العامة يسوده الأمن يسوده استقرار يسوده الحياة تسوده تدبير نزاعات والاختلافات عبر التحكيم عبر الوسائط البديلة عبر منظمات عبر تكتولات دولية يكون لها وزنها في تدبير مختلف صراعات ومختلف النزاعات الدولية لكن أكيد لن نكون من المساندين أو من المحبيدين لخيار الحرب لأنه خيار تدميري خيار سوف ينعكس على الجميع كان قريبا أو بعيد في نظركم هذه الحرب تسوأتها على الاقتصاد العالمي علما أن الأسمنة البترول والغاز مرتفع أكيد أن الحرب لها انعكاسة على كل مناحي الحياة بما فيها الجانب الاجتماعي والجانب السياسي كذلك الجانب الاقتصادي أكيد الاقتصاد هو المحرك للمجتمعات والمحرك لدول وهو اللي يخلق السياسات وهو اللي يخلق تكتولات ويخلق العلاقات الدولية بشكل عام فبالتالي أنا أقول من المغرب أننا ننسنا في مناء عن هذه الحرب أكيد سوف تصلنا أصداؤها ليس عن طريق الإعلام وإنما عن طريق الحياة والاقتصاد إلى غير ذلك ندرك جيدا بأن الحروب هي حروب من أجل الاقتصاد وهي حروب يعني الاقتصاد هو المحرك ديال العواصم هو المحرك القرار الروسي وهو محرك القرار الأوكراني وبالتالي أكيد أنه سوف تكون انعكاسة وخيمة وكبيرة جدا 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 فيما إلى تطورات الأمر وهو الشيء الذي لا نتمنى وإلى تطورات الأمر ودخلوا دول حريفة بالتالي نحن سنكون أمام حرب عالمية ثالثة ربما ولكن ربما قد يكون بين هذه الدول من يملكوا رابطة الجائش ومن يملكوا حسن التدبير والتفكير ربما ربما سوف يتحرك المنتظم الدولي من أجل الإخماد هذا الفاتين الذي ربما اشتعله ولكن نتمنى أن ينطفئ في أقرب الأوقات وأن تكون هناك مساحة التفاوض مساحة للتدبير هذا النزاع خارج قواميس الحرب وخارج قواميس الموت والاستقرار المجتمعي هل سياسي مفرد رقوبات على روسيا بعد أن غزة روسيا؟ هو المتعرف عليه هو أن العالم تحركه قواعد القانون الدولي العام وبالتالي جميع الدول المتزمة بمحترام مجموعة من المبادئ ومجموعة من الأساسيات المتعرفة عليها المسألة التي فرض عقوبات هي مسألة تفرد الدول الأغلبية والدول القوية على الضعيفة ولكنها هي إجراءات من أجل ردع تلك الدول لكن ندرك جميعا القوة دي روسيا ندرك جميعا بأنها حق الفيضة وندرك جميعا بأنها مجموعة من الإمكانيات الهائلة والهائلة جدا فبالتالي نحن نحن أمام دولة صغيرة دولة يمكن أن تردع أو دولة يمكن أن تنذل عليها عقوبات وبالتالي نحن أمام دولة قوية دولة لها وزنها وكيانها وبالتالي نحن أمام نصف العالم إذا كان النصف الآخر فيه أمريكا إلى غير ذلك كان النصف الآخر فيه روسيا وكذلك هي لها دولها إذن من سوف يفرد عقوبات على من نقول الله يحفظه ونتمنى أن الأمور تصل غل هنا وكما قلت أن نمر إلى مرحلة أخرى من تدبير هذا النزاع تفاوديا أو تحكيميا عن طريق دخول دول ليسا بنية المناصرة الحربية وإنما بنية فك هذا النزاع وبالتالي تفكير في المدنيين وتفكير في الاستقرار العالمي في الثلالام والطمأنين العالميين ما هو الطالب المغاربة الذي يخرج في أوكرانيا؟ ما هو الطالب المغاربة الذي في أوكرانيا أو دول أخرين فالمؤمنين يهبونهم المغاربة ربما بحكم أننا في المجمع المدني في المجمع المدني ربما من بين الأعضاء ديالنا عائلات اللي عندهم يعني الشابب ديالهم اللي يتابعوا الدراسة ديالهم كان هناك نوع من مدى أخو من صغير صغير هول ما يمكن أن تعمله قادم الأيام فبالتالي إلى حدود أربعة أيام أو خمسة أيام كان يقال بأن هناك مجمع الأمور توجد في الإعلام فقط وإنما في العاصمة كيف أو في مختلف المدن بوخاري أو لا مختلف المدن لم يكن يعني ذلك التنوي الذي يوجد في الإعلام لكن العكس هو الحاصل فبالعكس كانت ذلك هو الهدوء الذي يفبخ العاصمة وبالتالي العاصمة اندلعت للأسف مجموعة من الطلبات تمكنوا من الرجوع إلى أرض الوطن ولكن مسألة منطقية أن التذاكر تكون مرتفعة هذه إن وجدت خطوط مباشرة لأن في حدود علمي مجموعة من الطلبات ربما توجهوا إلى تركيا أو إلى دول أخرى مجاورة عادة يعني سيحاولوا يأخذوا رحلات مباشرة من تلك الدول إلى المرأة والمهم هو السلامة لأن السلامة للاد شباب وولاد وليدة نارها أغلى من أي تذكرة وأغلى من أي طائرة كيفما كانوا نعود قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونه في العشين يوتيوب بارتاجي والفيديو ديرو جام وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة